موسيقى الجن الجن مش مجرد اسطورة ولا هو حاجة مش موجودة الجن مذكور في القرآن وفي الديانات السماوية الأخرى كل الناس عارفة ومتأكدة بوجود العالم الآخر ووجود الجن كل الكتب الأديمة اتفقت على وجود كينات الإنسان ما يقدرش يشوفها عدم رؤية الإنسان للجن مش سببه حجمهم أبدا فيه من الجن اللي حجمه قد الطفل الصغير وفيه منهم اللي طوله من طول الإنسان وفيه بيقال اللي طوله طول عمارة كاملة لكن اللي متفق عليه أنه كلهم أشكالهم غير محببة نقدر نقول عليها مرعبة ورغم كده الإنسان الطبيعي بيبقى صعب أنه يشوفهم لو ما دورش عليهم بنفسه أحاول يخترق الحواجز اللي بيننا وبينهم وده اللي كان في اعتقادي قبل شهر تقريبا قبل ما شوف بعيني وتأكد أنه طالما صادف وجود جن معاك في غرفة واحدة لوحدك يبقى لازم يظهر لك في الحقيقة دي مش مقدمة ده تحذير مني ماشيها مثلا إني بقول خدوا بالكم من نفسكم أعذروني الكلام أخدني ونسي تعرفكم أصلا بنفسي أنا اسمي مالك ساكن في بيت صغير على النيل وقريب جدا هنتطرد منه بسبب الإيجار اللي من شهور اتقسر علينا وما دفعناهوش بدون تفاصيل جانبية مش حابب أبدا أتكلم فيها هقول لكم اللي محتاجين تعرفوه عني أنا وحيد أمي ماتت وهي بتولدني والدي هو اللي رباني اتنقلت معاه وأنا صغير لقرية من قرى الصعيد وقاش طفولتي هناك والدي كان معايشني في جحيم زي ما يكون أنا السبب في موت أمي كرهو كان باين ليا في كل حاجة حتى في حنيته المصطنعة والكره بيولد الكره وجبرته وطلعت ما بحبوش أيوة أنا ما بحبش أبويا شيء ما بفتخرش بيه بس باعترف بيه أول ما خلصت الكلية على طول سبت له البيت وسافرت للقاهرة اشتغل واعتمدت على نفسي الحياة كانت صعبة الحياة مش صعبة الحياة كانت صعبة قوي كنت معدوم الدخل تقريبا وحتى البيت اللي كنت مأجره صاحبه اداني مهلة شهر قبل ما يطردني عشت سنين بعيد عن أبويا وما كنتش بزوره أبدا هو كمان على فكرة ما كانش بيزورني ما عوضنيش عن حنان أبويا غير عمي جمال عمي كان عايش في القاهرة برضو لكن بعيد عن بيتي كنت بعتبر عمي جمال هو أبويا ممكن أكتر من أبويا نفسه عمي كان بيسعيدني ماديا لكن كان عايب شحط زي يعتمد على حد تاني في عشته شغلي البسيط كحارس أمن مع مساعد عمي يدوب كانوا معايشيني حياتي كانت طبيعية جدا لحد ما جي اليوم اللي كنت عارف إنه خلاص قرب عمي اتصل بيا وهو منهار أبوك مات يا مالك كلمة أبوك مات ما حركتش جوايا أي حاجة على فكرة أنا مش وحش ولا أنا ابن عاق وما كنتش بتمناله أصلا الموت لكن في نفس الوقت أنا مش هكدب أنا مش زعلان عليه وعلى فكرة ده مش حالي الواحد يا يونس ده حال ناس كتير بس إحنا ما بنحبش نتكلم عمي جمال في نفس اليوم جيب عربيته وعد علي أخدني وسافرنا للبلد اللي فيها بويه علشان نتفنه الطريق كان طويل وفاضي وضلمة عمي كان مركز في السواقة وما نطقش معايا ولا كلمة من ساعة ما خرجنا حاولت أشغل الراديو في العربية لكن الإشارة كانت سيئة جدا الراديو كان بيعمل أصوات غريبة وعالية أصوات المحطات كلها كانت متدخلة في بعض لحد ما صوت صرخت وحدة ست خرج فجأة من الراديو الصوت كان مرعب لدرجة أن عمي ارتبك والعربية كانت هتتقلب بينا وبصعوبة وقف بيها هو بيقول يا سطر يا رب ده مسلسل ده ولا إيه إيه الصوت ده أنا مكنتش منتبه لوالا كلمة حرفيا من اللي عمي بيقولها أصلا متعودا لما يحصل لي حوادث غريبة وانا رايح مكان معين ده معناني دي علامة ولازم ما روحش علشان الأسوأ بيبقى مستنيني زي ما بنقولها كده البعض دي علامة يا مارد أنا عارف إنكم هتقولوا علي شكاك أو شخص مهوز أو مخبول أو مجنون عادي لكن ممكن أحلف لكم إن الزمان أكتر من مرة بيحصل معايا كده طوفري تتكسر وانا في مدينة المالاهي عشان بعديها مقدر شاركة بلعبة القطر الكهرباء وبعد ما كل الأطفال حوالي يركبوا اللعبة اللعبة تتعطل والأطفال شبه كانوا هيموتوا مرة تانية أنا رايح أزور صديق لي لمبات الصالة عندي كلها تحرقت وفضلت اليوم كله بصلحها ما قدرتش أروح الزيارة لكني عرفت إن البيت اللي كنت رايحه حصل فيه ماس كهرباء وحصل حريقة الكوارث الصغيرة بالنسبة لها يا علامة أو إشارة إن فيه كوارث أكبر جاية وهتحصل واللي أكد لي إحساسي هو كلام عامي بعد ما دور العربية من تاني وقال أبوك قبل ما يموت كان تعبان وبيسأل عليك يا مالك أبوك من ثلاث أيام بس كان بصحة كويسة لكنه في ليلة تعب جدا وكان بيصرخ من الألم ولما جي الدكتور قال إنه عنده مرض نادر جدا بيخلي العظم ينمو في الجسم بشكل شوكي غير منتظم وبسرعة رهيبة أبوك بعدها فعلا عظمه كان بيخرج من كل جسمه على شكل شوك ما تحملش أكتر من ثلاث أيام ومات تعرف إنه كان بيحبك قوي يا ابني آه والله قالوا لي إنه ما ناطقش غير إسمك في آخر أيامه كان نفسه يشوفك يا مالك أنا عارف إن أنا لو كنت كلمتك عمرك ما كنت هتروح فالتزمت الصمت أحسن كل اللي بطلوبه منك يا ابني إنك تسامحه زي ما هو سامحك عمي كان مستنيني أرد لكن أنا رد فقالي كان بارد جدا سكت وما ردتش على كلامه لأنه كنت لسه بسأل نفسي يا ترى إيه المصيبة اللي مستنيانة هناك حوالي الساعة 12 بالليل كنا وصلنا بيت أبويا استقبلنا في البيت الست فكرية الشغالة فكرية دي ما شفتاش في حياتي غير يمكن مرة ودي التانية ستة كبيرة مليانة الكحل دايما مزين عينيها ونظراتها بخيفة البيت عبارة عن دوار كبير أصر زي الأصور القديمة بتاعت البشوات لكنه كان شبه الأصور العتيقة مليان تراب ومعظم العفش متغطي زي ما يكون البيت مهجور مع إن أبويا طول عمره ساكن فيه دخولي البيت رجع لي كل ذكريات طفولتي اللي مش عايز أفتكرها وما بحبهاش طلعنا الدوري التاني وكان فيه طرقة كبيرة فيها ثلاث قوط عدينا الأول على قوضة أبويا وكانت مقفولة والغريب إن محدش سمح لي أخش أبص عليه لآخر مرة بعدها قوضة كانت هي قوضة زمان وبعدها قوضة فاضية أخدها عمي كل واحد فينا دخل قوضة وقفل بابه أكتر شيء كان مزاج إن مفيش كهرباء في البيت ومصدر الدوق الوحيد لمبات جاز متعلقة في كل مكان في البيت ما عرفش ليه يعني ما عملش وما قدمش على كهرباء أنا ما يهمنيش وزي ما يقولوا كده ما تفرقش عندي دخلت قطي ورميت شنطيتي ونمت من التعب قدامي يوم طويل جدا بكرة قبل الفجر صحيت على صوت حد بيتقلم صوت جاي من برة حد بيتوجع وبيستغيث لما ركزت في الصوت لقيته بينادي باسمي إيه على طول في بالي إن عمي تعبان نطيت من على السرير مفزوع فتحت الباب وجريت على قوضة عمي فتحت الباب عمي كان نايم وغرقان في سابع نومة وما فيش أي حاجة الصوت رجع تاني وقفت جاي من برة طلعت ومشيت ورى الصوت اكتشفت إن الصوت جاي من قوضة أبويا أبويا اللي نيت وقفت برة قدام قوضة أبويا مش عارف أفتح وادخل ولا أعمل إيه قررت أدخل وافتح الباب وزي ما تيجي تيجي الصوت كان واضح جدا لمبة الجاز جوه كان حد موطيها وما كنتش شاف كويس يا دوبك دخلت عشان أعلي لمبة الباب ترزع وتقفل ورايا عليت اللمبة وما كنت وقف قدام مرايا وورايا السرير أبويا شفت في المرايا منظر ما يتنسيش كان في حد قاد على السرير والسرير مليان دم الشخص القاعد ده كان شكله زي الشياطين عظمه خارج من جسمه وشه متشوه والعظم بارز من جمجمته ومن وشه العظم بيجبر وبيخرج من تحت الجلد زي ما يكون بيتعسر من جوه زي ما يكون العظم بيحتل من برة وبيخرج وبيهرب من جوه الجسم الراجل ده بالمناسبة هو أبويا صوت الأهاض جاي منه بدون تفكير انت عايش انت عايش يا بابا أبويا رفع إيده وفتح بقه وصرخ جامد جدا كان واضح أنه بيتقلم وكمان كان واضح أنه بيشاور لي على حاجة لما رفع إيده بصيت على المكان اللي كان بيشاور ليه كان فيه حد طويل جدا طويل لدرجة أنه ظهره محني علشان ما يخبطش في السقف كان لابس عباية لونها أحمر وعلى وشه وشاح أحمر عينيه كلها سودة ما فيهاش جزء أبيض وفي إيده كان شايل حاجة كده زي صندوق سود عينيه لما جات في عيني حسيت بنار بتضرف في كل جسمي زي ما يكون بتحرق الكيان ده ابتدى يتحرك ولما عد قدام اللمبة الجاز النار اللي فيها اتطفت وبقيت في الضلمة مرعوب ضلمة رهيبة محوطة بي سمع صوت صرخات وصوت حاجات عملت زمجر لحد ما أخيرا قدرت أقف على رجليه وجريت على قطي وقفلت علي الباب فضلت قاعد مفزوع في قطي وعلى سريري لحد ما الصبح طلع ما لقيتش تفسير اللي شفته الحقيقة يا يونس وما قلتش لحد بالمناسبة على اللي حصل قمت وقضيت اليوم في الجامع بعد ما دفن أبويا أبويا دفن في مقابر كانت جنب البيت على طول اليوم كان سايق وكله مشاكل وانتهب ومكالمة من صاحب البيت اللي أنا مأجره وقال لي فيها أنه نفس حكم الطرد ورمالي عفش كله في الشارع بالمناسبة ما علقت رجعت البيت أبويا بالرغم أن عام يطلب مني أن أرجع وقعد معاف شائيته في القاهرة رفضت طبعا لأني مش عايزة بأحمل عليه أكتر من كده عمي قال لي برحتك يا مالك عايز تقعد في بيت أبوك مفيش مشكلة ده بيتك وأنا كمان يومين هاجي علشان أخلصلك إجراءات الوراثة قلت له ماشي يا عمي بس على الأقل بات معي الليلة دي وبعدين إجراءاتي في وراثة إيه هو أبويا ساب لي حاجة غير البيت ده عمي توتر وقال لي ما كدبش عليك يا مالك أنا مش مرتحنة انبارح كانت ليلة كلها كوابيس وأحلام عمالة تتكرر مخيفة كنت كل شوية بأحلم أن أبوك بيصرخ بالليل وبينادي عليك بصراحة أنا مش هرتاح يا ابني غير في بيتي اتصدمت من كلام عنه وبعدها هو سافر القاهرة وفضلت في بيت والدي بصراحة ما كنتش حابب قاعدتي هناك لكن دلوقتي إحنا مليش مكان غير البيت ده ناديت على الستة فكرية وطلبت منها تعملي شاي كانت قاعدة ولما سمعتني جات وقالتلي حاضر روحت الصالة وبعد شوية جات فكرية دخلت علي بكباية الشاي في إيدها وفي إيدها التانية حاجة ملفوفة بقماشة سودة حطت كباية الشاي والقماشة الملفوفة قدامي وقالتلي ليلة موتا بوك وصاني أديك اللفة دي إيه دي؟ إيه يا ستة فكرية دي؟ لكن زي ما تكون فكرية ما بتسمعش قدتني ضهرها تاني وسبتني ومشي استغربت من تصرفها لكن حطيت اللفة قدامي وفتحتها كان جواها صندوق اسود صندوق زي اللي شفته بالزبط اللي شفت الشيء ده مسكه أمبارح اللي كنت بحكي لكو عليه بالزبط الصندوق كان جواه أجندة بتاريخ السنادي من الواضح أنها مذكرات فتحتها بالراحة كانت كل صفحة ملزوء فيها ورق من أجندة تانية بتاريخ مختلف زي ما يكون حد وقت أطعق ورق من أجندات أقدم منها ولزق على الصفحة عليها نفس التاريخ لكن الورقة الملزوءة من سنين أقدم مش فهم ليه يعني أول صفحة ملزوء عليها ورقة بتاريخ 11 ديسمبر 1920 تاريخ قديم والورقة اللي ملزوء عليها كانت صفرة أبين عليها القدم كان مكتوب فيها إيه؟ إن خيرك للمرة الأولى فقل أود التعارف أولاً اقطعها وخزها معك ما فهمتش كلام غريب قطعت الورقة زي ما مكتوب وحطيتها في جيبي قمت من مكاني علشان أسأل فكرية إيه ده؟ أول ما لفيت بضهري لمحة تضل فكرية وهي دخل أودتها وقفلت على نفسها خبطت عليها كتير ما بتردش إيه البيت الغريب ده؟ فكرية ذات نفسها دي فيها حاجة مش طبيعية قررت مش هنام النهار ده ومين يجيله نوم في البيت ده فضلت قاعدة على السرير وفي نص الليل سمعت صوت خبط زي ما يكون حد بيدق بشاكوش على الأرض خرقت من الأودة وفي دماغي فكرية هي اللي بتعمل كده وخصوصاً إن ما فيش غيري وغيرها في البيت قمت دورت على فكرية في قضيتها وفي البيت كله لكنها مش موجودة ولا حتى في قضيتها شوية وصوت الخبط وقف قعدت في الصالة لكن بعدين سمعت صوت باب قضيتها بيتفتح وشفت خيال فكرية خارج من الأودة ودخلت المطر كل ده وأنا قاعد مصدوم أنا متأكد أن الأودة دي أنا دخلتها وكانت فضية البيت ده ملعون حرفية فكرية كانت بتختفي وتظهر فجأة زي العفاريت تاني يوم بعدت فكرية تجيب حاجات من السوق بس الحقيقة أنا كنت بمشيها علشان أفتش البيت واعرف سيتي دي بتعمل إيه من ورايا بعد ما أتأكدت أن فكرية مشت بدأت أفتش البيت وبدأت بقوضة أبويا تحديدا فتحت الدولاب والأدراج لكن ما فيش حاجة فيش حاجة ملفتة تاني مكان روحته كان قوضة فكرية كانت طبيعية جدا زي باقي القوضة باستثناء التراب اللي مالي القوضة تحت السرير كان فيه كوم التراب لونه أسود غامق زائت السرير وزيحت التراب بإيدي كان فيه زي باب مربع كده على الأرض استغربت إيه اللي ممكن فكرية تكون مخبية هنا فتحته والصدمة أن أنا لقيت لقيت سلم نازل تحت الأرض افتكرت كلام أبويا زمان أن البيت ليه بدروم السلم فعلا كان بينزل على طرق طويلة في أخيرها باب مقفول ده أكيد البدروم نزلت وكان فيه نفس التراب الأسود اللي شفته فوق كان مالي الأرض وعلى الحيطة لامبة جاز صغيرة متعلقة لما وصلت الباب لبدروم كان مقفول ومقفول بطريقة غريبة متثبت عليه ألواح خشب زي ما يكون مش عايزين يفتحوا الباب ده أبدا الخشب المتثبت شكله جديد والمسامير المتثبت بيها كانت بتلمع وجديدة تقريبا كده ليلة مبارح لما سمعت صوت الدق بالشاكوش كانت فكريا هي اللي بتقفل الباب ليه بقاها؟ بتعمل كده ليه أصلي أكيد الباب ده وراء حاجة على الأرض جنبي كان موجود الشاكوش القديم مسكته وبدأت أكسر الخشب قدرت أكسره كله وفتحت الباب القضاء كانت ظلمة زي ما تكون في حاجة بتمنع النور إنه يدخل جوه طلعت تليفوني وشغلت الكشاف ودخلت صراحة الريحة صعبة جدا لا تطاق ريحة عفن زي ما يكون فيها حاجة ميتة هنا لاحظت كمان إن فيه سائل أحمر في الأرض وطيت وحطيت إيدي على الأرض ولمست السائل بإيدي ده دم موبايلي عمل صوت وعرفت إنه هيفصل وفعلا فصل شحل والمكان بقى ظلمة لدرجة إن أنا مش شايف حتى أدية والريحة لا تحتمل أنا مش قادر أتحمل ديقة هنا كمان لفت ظهري وحسست بإيدي علشان أخرج حسست على الحيطان لكني مش لاقي الباب الحيطان كلها شبه بعضها فضلت أحسس بإيدي الشمال ويمين وألف في دايرة لكن الباب اختفى بقيت محبوز بين أربع حيطان والهوى ابتدى يقل ويدقل وحسيت إن أنا باتخنق وقفت في مكاني مرعود عناية كانت ابتدت تتعود على الضلمة لما تعودت على الضلمة شفت بعيني حد طويل جدا واقف في نص القوضة مش شايف ملامحه من الضلمة لكن أنا عارف ده إيه كويس يا نفس الكائن أيوة نفس الكائن اللي شفتهم بارح في قوضة أبويا ابتدى دخان كتير يطلع من الأرض وفركن القوضة ظهر شخص مربوط بجنازير والنار مسك فيه والنار كانت مصدر الإضاءة اللي شفت بيها كل ده النار خليتني أشوف كويس نفس الكائن المرعب اللي المحني ظهروا بسبب طوله مع بيته الحمرة ونفس الوشاح على وشه ظهر على يمين الكائن ده شخص مش لابس هدوم متعلق بخطاف في السقف جلده مسلوخ والدم مخلي لون جسمه كله أحمر وعلى شمال الكائن ده ظهر شخص تاني من غير هدوم برضو كان مشنوق ورقبته مربوطة بحبل مشنقة نازل من السقف الشخص ده كان ميت مخنوق وبسبب كده لون جلده أزرق الاتنين الميتين كانوا شبهي مش شبهي نسخة مني الكائن الشيطاني ده مديلي إيده بكارتين كارت أسود وكارت أزرق وكأنه بيقول لي اختار كأنه بيقول لي اختار الطريقة اللي هتموت بيها يا مالك مش قادر أجري مش قادر هعمل أي حاجة ولا رفع إيدي خلاص أنا هنا ميت ميت تفكيري متشل افتكرت الورق اللي أعطاها من الأجندة الورق اللي كان مكتوب فيها انخيرك للمرة الأولى فقل أود التعارف أولا حسيت إن دي فعلا إشارة زي ما يكون اللي كتب الكلام ده مر بنفس الموقف بصيت للكائن وقلت له أوده التعارف أولا برغم سزاجة التصرف بتاعي لكنه يا جماعة نفع النار اللي كنت شايفها انطفت وساد الجو هدوء غريب وراي كان فيه نور خفيف وطيار هوا بارد حسيت بيه خلاني قادر أتنفس بصيت لقيت باب البدروم اتفتح خرقت وطلقت أجري على السلم زي المجانين خرقت من الباب اللي في الأرض تحت السرير الفكرية ورجعت السرير مكانه تاني وبسرعة دخلت قطي ولميت هدومي سبت البيت وروحت محطة القطر أنا خلاص هروح عند عمي ما ينفعش أقوط في البيت ده ولو ثانية واحدة تانية أحسن اللي أباد في الشارع بدل مموت في البيت الملعون ده مش ما عنديش استعداد يحصل لي أكتر من اللي حصل طلعت تليفوني عشان أكلم عمي اكتشفت أن أنا تليفوني أصلا وقق مني في البدروم وهو كان فاصل وهو مش معايا فكرة أن أنا أرجع تاني كانت مستحيلة استعوضت ربنا في التليفون وروحت أقطعت هزكرة وأنا وقف على شباك التذاكر عرفت أن ما فيش رحلات للقاهرة النهاردة اشتريت تليفون رخيص وقررت أنزل في لوكاندا كانت جنب المحطة لأني مستحيلة أرجع البيت تاني الفلوس اللي معايا دوبك أخدت بيها قوضة صغيرة لكن مش مشكلة أهو مكان أنام فيه خلاص طلعت الغرفة وشغلت التليفزيون وترميت على السرير ونمت نمت 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 أحلامي في الليلة دي اتحولت لكوابيس كوابيس عن البيت وعن أبويا قطع كوابيسي صوت صحاني من النوم صحيت على صوت أنا عارفه كوي الصوت رنت تليفوني من غير ما قوم بسجة تليفوني وقفلته لكني كنت السائل لسه سامع صوته بيرن في الوقت ده أدركت حاجة ديرن التليفوني القديم طب إزاي والتليفون وقا مني من على سريري صوت التليفون مكتوم وبعيد الصوت جاي من الحمام الحمام اللي في قطي اتحركت ناحية الحمام وأنا بترعش حاولت نور النور مش بينور كل الضوء كان جاي من التليفزيون اللي شغلته قبل منام ببطء شديد بدأت أفتح باب الحمام والباب يصدر صوت تزييق مرعب وهو بيتفتح فتحت الباب على آخره ولقيت فعلا تليفون القديم جوه بيرن وكان قدامه قطة صودة كبيرة عين من عينها مش موجودة وكان بيصدر منها صوت زي أصوات القطة العادية بس أول ما قربت منها حاولت أخذ التليفون نفخت وحاولت صوت على العواء وزمجرة شديدة خلتني أقع من على الأرض من على الخضة ابتتدت هسحة في بظهري الورى وأنا واقع على الأرض علشان أطلع من الحمام لكن الباب وراية هبت سمعت جنب مني صوت زي ما يكون حد عمالي خبط سنانه في بعضها باب الحمام إزاز فالضوء اللي بره مخليني أشوف بصعوبة أشوف بصعوبة اللي بيحصل جوه الحمام غمطت عناية لأني شفت بما فيه الكفاية لكن الصوت بيعلى وفيه حركة جنبي في حاجة بتقرب مني وفيه صوت بيقرب وفيه نفس سخن قريب من وشي مهما وصف لكم حالة الرعوب اللي أنا فيها مش هقدر أنا حاسس إن أنا كل عفريت الدنيا موجودة معايا دلوقتي بحركة لا إرادية مني فتحت عيني وبصيت جنبي لقيت والدي جنبي جسمه كله عريانه متغطي بالدم وشه مشوه وعضمه خارج من جسمه حتى سنانه كلها كانت خارجة من شفيفه ما قطع بقه كان بيصدر منه أصوات ألم شديدة واختفى في الظلمة بعد شوية وانا قاعد ما كان يسميت صوت رجلين برا في الشقة وشفت خيال لشخص طويل جدا باين من ورق زيزة باب الحمام واضح نلابس عبايا حمرة لون هباين وقفت مش عارف أعمل إيه أما هو فوقف أصاد الباب شوية وقعد يخبط على الباب وكان هيكسره شوية والخبط وقف والتلفزيون برا تقفل وما بقتش شايف أي حاجة لكن دي كنت شام من ريحة عفن ماليا الحمام أعدت ساعات في الظلمة خايف أتحرك حتى وأنا في مكاني مش قادر أتحرك وخايف لحد ما حسيت أن الصبح طلق أقسم بالله ساعات وقف مكاني ساعاتها بس اتحركت من مكاني وقمت فتحت باب الحمام لقيت نفسي خارج من البدروم أيوة من البدروم اللي في بيتنا ومعرفش إزاي أنا روحت هناك تاني ضربت نفسي بالإلام عشان أتأكد أن أنا مش بحلم وأن أنا فاي وفعلا ما كنتش بحلم يمكن أنا ما تحركتش من مكاني من ساعة ما وصلت هناك أول مرة يمكن خروجي من المكان أصلا مبارح كان هو الحلم خركت من البيت تاني بنفس الطريقة لميت هدومي وفكريا ما لهاش قفر سبت البيت وروحت محطة القطر أنا هروح لعمي طلعت تليفوني علشان أكلمه اكتشفت أن تليفوني واقع مني في البدروم تاني حسيت بحاجة بتحصل غلط رحت قطع التذكرة واشتريت تليفون وأنا واقف على شباك التذاكر عرفت أن ما فيش رحلات للقاهرة النهاردة لا اللي حصل معايا ده أنا شفته قبل كده كل حاجة بتتكرر تاني الليل ليل بسرعة أنا هروح لعمي أفهم منه في إيه عديت الطريق بسرعة لكني سمعت صوت فرمالة عربية وناس بتصرخ باتلفت لقيت عربية جاية نحيتي بسرعة رهيبة وقبل ما حول أبعد خبطتني وضلمت الدنيا من حوالي فقت لقيت نفسي في مكان ظلم ورحت وحشة أنا عارف أنا فيه أنا في البضرو مرات وكل مرة كنت بخرج من البيت كان بيحصل فيها حدثة أو مصيبة واصحة للاقي نفسي محبوس في البدروم عدد المرات اللي اتكررت تلاتة أنا بقيت محبوس جوه دوامة ما بتنتهيش من الرعب جوه البيت ده لما كنت بصحة وأحاول أتصل بعمي أو أروح له كنت بفشل عد بالضبط سبع أيام وكانت النهاية قراري إن أنا هنتحر جبت موس وأنا متردد وفعلا عملت اللي اللي ما حبيتش عمري إن أنا لعمله والدنيا بدأت تسود وقلت خلاص دي النهاية وقلت سمحني يا أره بدأت الدنيا تنور من حوالي تدريجيا فتحت عناية لقيتني في البدروم ولقيت الجرح اللي في إيدي اختفى مش ممكن اللي بيحصل لي في اليوم التامن الأحداث اتغيرت وما حصلش نفس التكرار بتاع كل ليلة المرة دي لما طلعت من البدروم لقيت فكرية جات قصادي وقالتلي حمد الله على السلامة يا مالك ده أنا قلت خلاص كده هو أخدك زي ما أخد أبوك أنت بتقول إيه ستينتي أقول إيه هو مش أنت شفته مش شفته بنفسك في البدروم يا ابني شفت إيه بقى وإنت تعرفي إيه عن البدروم انطقي بدل مموتك أنا شاكك فيك أصلا أنت أكيد عملت حاجة لأبويا أنا أنا أقزبوك يا ابني ده أنا طول عمري عايشة بخدمه وباخد مرة فلوس وعشرين مرة لأ حتى لما بوك حصله اللي حصل خفت عليك وانزلت بالليل قفلت باب البدروم بالخشب علشان ما تنزلش وبردك يا ابني انزلت انت عندك كتير تقول إيه قول إيه لإيه اللي حصل لأبويا اللي حصل لأبوك حصل لجدك وجد جدك والأسلافك كلهم والد جدك لقومت بوحه جسيته متقطعة في بدروم البيت بس قبلها جدك محروس كان بيقول النبو ده كان التصرفات غريبة من قبلها بشهر تقريبا انعزل وبيكلم حد مش موجود وبيختفي مدة وبعدين يرجع تاني زي ما كان ابوك بيعمل بالزبط قبل ما يموت لما والد جدك مات جدك محروس لقى مذكراته وكان كتب في الصفحة الأولى لقد أتى وخيرني واختارت اللون الأسود في الصفحة التانية لقى كاتب الأسود كان خطأ والأزرق كان خطأ كلا الخيارين يؤدون إلى طريق واحد وهو الموت فقط إن خيرك للمرة الأولى فقل أود التعارف أولا بعدها يا ابني جدك ذات نفسه مات أبوك لقى ميت في نفس البدروم وسعيتها أبوك هو اللي لقى مذكراته كان جدك محروس كاتب فيها ذهبته للبدروم في منتصف الليل وجدته الرجل الملثم صاحب العباء اللي ذكره والدي في مذكراته خيرني وأخبارته إني أود التعارف أولا ثم قات مجددا وهذه المرة كان ممسكا في يده رأس تشبه رأسي ورأس تشبه رأسي ابني جمال وهو يطلب مني أن أختار فاختارته رأسي وانتهت مذكرات جدك محروسة على كده أنت فكرة إزاي الكلام كده بالنص وبتقولي زي ما تكوني حفظاه تجهلت كلامي وكملت كلامه المخلوق كان بيخياره ما بين إنه يموته أو يموت عمك جمال جدك اختار إنه يموت بدل ما يقدم رأس عمك للشئده وتقفل البدروم وأبوك وعمك حلفوا إنه هما مش هيدخلوا تاني لكن أبوك قبل ما يموت جالي هنا وقالي أنا عرفت الإجابة للمفروض كانت تتقل الشئ اللي كان بيظهر في البدروم حاولت أمنعه كتير لكنه رفض نزل وبعديها بشهر مات زي ما أنت شفت وطالما أنت روحت هناك ولسه عايش يبقى أنت قريت المذكرات وجاوبت صح وطالما أخدك أسبوع للعالم السفلي يبقى هيجي لك تاني عشان تكمل الاختيار وسكت الفكرية كنت مستنيها تكمل وتقولي هاخلص إزاي من الشيء ده لكن كان باين أنا ما عندهاش حاجة تقولها تاني يعني أنا هموت يا ستة فكرية زي جدودي كلهم ماتوا أبويا بص يا مالك يا ابن والدك عرفنا أن الشيء اللي انتو شفتوه ده واحد من خمس ملوك من الجن عابس مغمور خطام متعاف لمس الناس زمان بتقول أيام الحرب في الدولة القديمة لما بيكون فيه جيش خسران بيجيبوا السحرة تحضر واحد من الخمسة دول ولما الجن كان بيحضر كان بيقتل للجيشين كلهم كمان الناس قالت أن هم أعوزوا بالله بيتم تحضرهم عن طريق أنك تقول أسميهم بصوت عالي أكتر من مرة علشان كده الأسماء دي متحرم على أي حد ويننطقها بصوت عالي بينهم جن اسم عابس الجن ده كان لما يظهر لحد كان دايما بيخاليه يختار الطريقة اللي يموته بيها أسلافك قدروا يحبسوا الجن ده في مكان تحت الأرض المكان ده كان البدروم اللي انت نزلته جدك الكبير هو أول واحد فتح البدروم بعد سنين كان فاكر أنه ممكن يقدر يسيطر على العابس ويسخروا لخدمته وأطماعه بس طلع ده مستحيل والجن بيخيارك دايما بين حكتين جدك الكبير قرر يختار ولو اختياره كان غلط يكتب لابنه في مذكراته هو اختار إيه والابن يختار لاختيار الصح أو يروغه زي ما انت عملت وهكذا يا بابوك بقى كان فاضله خد صغير ويبقى نجي من اللي هو فيه لكن في آخر ليلة بعد خلاص ما كانت هتبقى الأخيرة اختار غلط وجابك هنا عشان تقرأ مذكراته وتختار التالصح يعني انتو بتورطوني؟ يعني هو قبل ما يموت وصر يورطني؟ منه لله انت كده كده يا ابني هتتورط الجن عابس مش هيقف وهيفضل يطارد كل واحد من ناس لجدك أبوك عارف من المذكرات أن عابس بيظهر ثلاث مرات كل مرة بيخيارك بين حكتين والحكمة أنك ترد ردود تتهرب بها من خياراته لكن لما ظهر لأبوك للمرة الأخيرة كان لازم أبوك يختار حاجة لأن ده شرط في الظهور الأخير أبوك ضحى بنفسه عشانك وقدم لك خدمة عظيمة أبوك عارف الإجابة اللي جدك معرفهاش ولما ظهر له للمرة الأخيرة اختاره هو مش خايف لو طلع اختياره غلط المهم أنك أنت هتعرف أن الحاجة اللي ما اختارهاش تبقى هي الصح فتختارها انت يا ابني أنا كنت خايف عليك قطعت كل التفاصيلتي من المذكرات وسبتلك بس اللي فيه ده أنا يا ابني مش جهلة أنا متعلمة متعلمة كويس يمكن اللي كنت فاكرها مش فاهمة هي فاهمة كل حاجة يا ابني خلصت فكريا كلامها وما بقاش عندها حاجة تقولها طلعت قطي وأنا مستسلم لمصيري الحقيقة لفلت على نفسي وصهرت لحد الصبح لحد ما باب القوضة خبط وفكريا دخلت بتقولي في ضيف مستنيك يا أستاذ مالك تحت دزلت ولقيتها في وشي ماريم أسف لو ما كنتش اتكلمت عن ماريم قبل كده ماريم هي حبي الحقيقة من الطفولة اتكلمت وقالت لي أنت شكلك تعبان أنا كنت لسه عند عمك وقال لي أنه هيجيلك بكرة فأقلت سافر اتطمن عليك وهروح بالليل تعالي نخرج برة طالما مش هتقاضي معي غير كام ساعة دول أنت مالك يا مالك بتتكلم لسانك تقيل كده ليه فيه ايه تعالي بس نخرج خرجنا وقضينا جيون كله برة صادف في طريقنا مولد من المولد الشعبية منصوب في الطريق ماريم طلبت تدخل فدخلنا قضيت الوقت مع ماريم ونسيت كل حاجة قبل ما نروح قررنا نلعب لعبة قبل ما نمشي كانت لعبة نيشانو اللي بيناشن صح الطرف التاني بيختار جايزة يخدها ماريم قصرت أننا نلعب وأنا كنت حابب أفرحها ما كنتش كويس في اللعبة دي ولا في النيشان عموما صرفت كل الفلوس اللي في جيبي وأخيرا نشنت صح الرجل اللي واقف على اللعبة طلب من ماريم تختار جايزة ماريم بصت على الجواز وبعدين قالت شكرا أنا مش عاوزة حاجة شدت ماريم وقلت لها في ودنها يعني ايه مش عايزة حاجة بعد الفلوس اللي تصرفت دي كلها تقولي مش عايزة حاجة كل الجواز وحشة أخطر لي بقى وديتني ظهرها ومشت وقفت وانا محرج من الراجل ومن الموقف ومن معاملتها ليه واناها تسيبني وانا بتكلم وتمشي ومشيت فعلا وانا سبتها ورجعت البيت فضلت صهران للصبح وعدى الليل عادي وكان الرعبا ما بيتحققش زي ما بقوله جر لما الواحد بينام تاني يوم على المغرب قعدت في قطي وقدامي المذكرات وبدأت أقرأ فيها أكتب فيها مذكرات جدي محروس وبيقول بعد موت والدي في البدروم اكتشفت أن القاتل هو شبح قررت النزول وجدت الرجل الملثم صاحب العباءة الذي ذكره والدي في مذكراته خيرني وأخبرته أني أود التعارف أولا كما ذكر أبي أتى مجددا وهذه المرة كان ممسكا بيده رأسه تشبه رأسي ورأسه تشبه رأس ابني جمال وهو يطلب مني أن أختار فاخترت رأسي الكلام المكتوب كان بالضبط زي ما فكرية حكته قلبت الصفحات والمرة كان الكلام مكتوب بخط والدي وكان كاد بعد حدثتي الموت في البدروم وغلقه أثرت على مذكرات المتوفين من أجدادي وجدت الإجابة التي لم يجدها أبي إن خيرك للمرة الثانية فقدم له رأس هدية ده كل اللي مكتوب في الصفحة يعني أدي له رأس هدية عايزنا أجيب له رأس بني أدم ده ولا إيه ما هي ملحاش حال غير كده ودي أجيبها منين اكتشفت إن الموضوع مش صعب وخصوصا إن جنب بيتنا مقابر أيوة أنا هنزل وهجيب رأس جثة من الترب وأقدمها طالما هو ده الحل الوحيد استنيت لحد بالليل متأخر واتأكدت إن موبايلي مشهون علشان ينور الطريق أخدت من الجنينة جروف بتاع الزراعة وروحت المقابر اللي جنبنا شواهد القبور تحت ضوء الأمر مفزعة وقفت عند قبر شكل جديد والتربة رطبة حتى تدفن ماه هنا قريب وواضح إن كان فيه حد بيسق الزرع هنا كمان اللي موجود قدام الطرق أتمنى إن ألاقي جثة ما تحللتش بدأت أحفر زي المجانين بدأت أحفر زي المجانين بحد ما لقيت صندوق أكيد جواه جثة زيحت الطراب وفتحت الصندوق ولقيتها بس اللي مش عادي إن الجثة كان راسها مقطوعة وقفت متنح مرعوب رجعت الوراء وأنا مش فاهم الجثة دي راسها فين عيني جات على شجرة كبيرة الشجرة كان متعلق فيها حبل وفي آخره كان فيه راس واحدة ستة مقطوعة ومربوطة من شعرها والرأس عملت مقتدام لدرجة إن الدم عامل زي بركة كده صغيرة تحتها الراس بتلف حواليه نفسها بسبب الهواء وأول لما لفت وشها وبقى موجه ليا شفت عينين بتبرق لي وقاها مفتوح وكأنها خلاص هتصرخ فاللحظة دي بتدى يطلع من بركة الدم اللي كانت تحت الراس كائن صغير وغريب ليه قرون زي الشياطين وجسمه كله مليان شعر طلعوا وابتدى يجري نحيتي بسرعة جريت أنا كمان لحد ما وصلت الباب المقابر وساعاتها خبطت في حد فوقعت على الأرض كان التربي بتاع المقابر اللي أول ما شافني اتفزع وقال أعوذوا بالله أعوذوا بالله فيه إيه أنت بتجري كده ليه يا جدا عند أبوس إيدك أبوس إيدك أنا عايزة أمشي أبوس إيدك الراجل ما سكني من دراه وقال لي تمشي قدامي قداما ما شوفكو أنت بتهبب إيه جوه وأصر إن احنا نرجع تاني عيني جات على الشجرة إياها لكن ما كانش فيه حاجة الراجل شايف التربة المفتوحة وقال الله الله أنت منهم؟ والله يا عالقاوي أنت من يا عادي أنت؟ وبص على الصندوق وفتح ورجع لورا وقال أعوذوا بالله قلت بس الراجل ده يفتكر إن أنا هتجر أعضاء أقسم بالله أنا لقيتها كده من غير راس والله العظيم أنا مخدت راس أنت أنا 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 معرفش مش فاهم لا يا ابني أنا فاهم دي العلامة بتاعته علامة؟ علامة إيه؟ هو أنت جديد ولا إيه؟ مش الأستاذ برضو شغال في الأسر تلاقيك كنت عايز الجسة تقدمها عشان تفتح بيها مقبرة فرعونية ولا حاجة؟ وحد سابقك أصلا أنا مرة عليك كتير زي كده ما تخافش أنا بساعد وكله بحسابه أسر إيه عم إنت؟ بقولك إيه؟ أنت قلت علامة علامة إيه اللي أنت تقصدها؟ يا ابني لما بتوع الأسر بيجوا علشان يفتحوا مقبرة فرعونية بيبقى الحارس والراسة بتاعها طالب قربان سواء شخص حي أو ميت والقربان لما يكون ميت وراسه مقطوعة دي علامة من الجن أن الجسة دي بالذات ما ينفعش تتقدم قا قربان وساعات نادرا يعني بيكون لها معاني تانية معاني تانية يعني إيه؟ بيقى ما معانا أن القربان تقدم بالفعل وما فيش لازمة لتقديم قربين تانية فكرت في كلام التربي لو كلام الراجل ده صح يبقى عابس أخذ اللي هو عاوزه راس عم جمال افتكرت دلوقتي أن عم جمال المفروض جاي النهاردة جريت وسبت الراجل وأنا بدعي وكل اللي في بالي أن يكون اللي في بالي ده غلط رجعت البيت ولقيت عربية عمي ركنة قدام دخلت بسرعة قضت فكرية فكرية مش موجودة والسرير منزاح والباب اللي في الأرض مفتوح سمعت صراخات حد بيتعذب جاي من تحت الأرض دزلت السلم بسرعة باب البدروب مفتوح وخارج من تحته دم كتير مغرق الأرض فتحت الباب نجمة سودة كبيرة مرسومة على الأرض بالطراب الأسهر وعمي واقف ونصها عريان وجلده كله مسلوخ ومرمي على جنبه أيها الجلد الجلد مرمي جنبه المشهد مرعب وبشع لكن قبل ما اتحرك لقيت حاجة شدت عمي ورفعيته للسقف واختفى في الظلمة اتشفط كنت سامع صوت صراخات رهيبة والدم بدأ ينزل من السقف زي المطر كأن في حاجة بتعصر الدم من جسم عمي طلقت أجري وخرجت من البدروم أنا السبب أنا اللي قتلت عمي أنا اللي قتلته اللحظة دي ظهرت قدامي فكرية وقالت أنا أسف يا مالك يا بني بس عمك عارف انك دخلت البدروم ما قدرتش أمنعه من انه يدخل خلاص يا فكرية كل حاجة هتخلص دلوقتي اللي زي بالظفت لازم يموت أنا ماستحقش عيش ولو استحق فأكيد ماستحقش عيش العيشة دي دخلت المطبخ دور على سكينة علشان موت فكرية دخلت تجري وراي اقفل البدروم واحرق البيت كله لازم كل حاجة تنتهي معايا مفيش حاجة يا بني هتنتهي كده لو حاولت تنتهي هتصح هتلاقي نفسك في البدروم وعمرك ما هتعرف تطلع منه الحل يا بني انك تواجه أبوك ما ضحاش بنفسه عشان تيجي انت في الآخر وتعمل شغل العالي الصغيرة ده لو عايز كل شيء ينتهي انزل البدروم النهارده وواجه للمرة الأخيرة الحل مكتوب في الورق اللي معاك واللي بدأت انت بنفسك لازم تنهيب نفسك حتى لو حرقت البيت يا بني عبس هيخرج ويفضل يطردك انت مش هتموت صدقني مش هتموت دلوقتي كلام فكريا خلانا حس ان ممكن يكون في حل مش بس كده الخوف اللي جوايا بدأ يتحول لغضب عمي وابويه وجدودي وكل الماتوا بسبب الشيء ده ما كانش لهم زم لازم انتقم لهم دخلت قضية فكريا وطلبت منها تمشي وتيجي الصبح ولو ملقتنيش تحرق البيت وانا هعمل اللي هي قالت عليه طلعت المذكرات وفتحتها على اخر كم صفحة كان اللي مطمني هو الصفحات الاخيرة من الاجندة واللي كان فيها الاجابة الاخيرة كان مكتوب بخط والدي اليوم الاخير والمواجهة الاخيرة اليوم اتى وكالعادة خيرنا لما استطع مماطلتي ولما استطع تقديم القربان كان الحل هو الاختيار ولا شيء اخر والليلة سوف اختار بعد كده بقى الكلام مكتوب بخط سهيء جدا وزي ما يكون اليد اللي كتبت كانت بتترعيش رعشة رهيبة وكأن مش مطلوب ان انا معرفش اراها او محدش يقدر يفهمها الصفحة كمان كان عليها نقط دم واضح ان ابويا كتب الصفحة دي لما المرض تملك من جسمه قبل ما يموت وواضح انه ما كانش قادر يكتب ما قدرتش افهم من المكتوب غير لقد اخترت الاختيار الاول وهو بعد كده الف لام يه بعد كده في لام وفي يه وميم بقى الكلام مش مفهوم قطرات دم مالية الصفحة لكن المفيد ان ابويا كتب انه اختار الاختيار الاول وكل اللي علي انه اختار كده الاختيار التاني لان ده اكيد كده هو هيكون الصح ابويا زي ما فكرية قالت ضحة تضحية كبيرة وظهور الشيء ده للمرة التالتة هيكون الاخير المفروض النهاردة كل حاجة هتنتهي اخدت لامبجاز وانزلت البدروم اللي لنهاية حد فينا انا او عيبس فتحت باب البدروم ودخلت قعدت على الارض قعدت مستني فضلت قاعد كتير لكن مفيش حاجة بتحصل الهدوء والضلمة مخليين المزيج مرعب ومخيف والريحة مخلياني مش قادرة تنفس قطع الصوت السكون صوت رسائل جاتلي في التليفون كانت من حد من صحابي اعرفه الرسائل كانت عملة تيجو ربع دها فتحت الرسائل واتصدمت لما شفتها الرسائل كانت صور لمريم مع شخص تاني مريم عارفة حد الدنيا لفت بيا ودارقت مش قادرة تمالك نفسي خلاص هي مش عايزاني حاولت اقف لكن في الصور خلتني مش قادر من بشعتها كل الثقة اللي كانت جوايا ابتدت تضيع وبدأت احس بخوف لمبة الجاز وطيت لوحدها الرهبة تملكت مني حاولت اقف لكن دماغي خبطت في السقف مسكت اللمبة وقربتها من الحيطان علشان اشوف في ايه مكنتش عارف اقف كنت شبه باسحف الحيطان اتحولت للجدار صخري شكله غريب اما الارض فمليان الرمل الاسود وحوالي كان فيه اكتر من صندوق اسود طويل او بمعنى تاني توبيت التوبيت اتفتح خرج منها عمي وابويا وناس تاني اعتقد ان دول جدودي واسلافي اللي ماتوا في البدروم الملعون ده شفت ناس غيرهم دول اللي قابلوهم واللي قابلوهم واللي ما كتابوش مذكراتهم لكن كان مصرهم واحد كلهم كانوا لابسين عبايات حمرة بس وشوشهم مكشوفة ووسطهم كان فيه كيان طويل مغط وشو ومن العدم ظهرت كائنات صغيرة جسمهم كله شعر وليهم قرون طويلة جدا زي اللي انا شفتهم في المقابر ابتدت تروح ناحية ابويا وجدي وكل اللي كانوا حواليها وابتدوا يكلوهم وظهر من الارض تابوت شكله جديد ومع ظهوره ظهر دخان وكان محفوره على التابوت اسمي الارض بتتهز وحطة من الحطان بتتكسر وظهر فيها شقين على هيئة بابين وفي وسط القوضة تجسد عبس شاور بكل ايد على باب من الابواب الباب الاول مكتوب عليه الطريق الى الجحيم ده الخيار الاول اللي ابو يختاره مفروض علي يختار الاختيار التاني الباب التاني هيبقى المخرج بالتأكيد كنت لسه اقوم اختار الباب التاني لحد ما لاحظت الكرسى الباب التاني مكتوب عليه الطريق المختصر الى الجحيم انا كده فهمت ابوي اختارت طريق الاول اختارت طريق للجحيم ومات بطريقة بطيئة وبشعة والاختيار التاني هو الاختيار المختصر اللي يخلي الشيء يقتلني بسرعة دلوقتي اتأكدت من جملة ان كل الخيارات بتؤدي لنفس النتيجة وهي الموت كل الاختيارات موحشة كل الاختيارات في اللحظة دي يجي في بالي النهاردة موقف مريم 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 مرضيتش تختار جايزة لان كل الجوائز كانت سيئة يبقى الحل الحل في عدم الاختيار لازم مختارش اي طريق نزلت ايدي اللي كانت مرفوعة ورحمة بين الناحيتين عشان اختار ووقفت ساكت مكاني كانت دي علامة مني برفض الاختيارين الكيان نزل الوشاح من على وشه وشفت ابشع وشه ممكن اتخيله وشه طويل جدا عنيه كلها سواد وشه مسحوب لورا وتكوين وشه غريب وشه محروق ومشاوه غمضت عنايا جامت للحظات وفتحتها وقلت انا برفض الاختيارين انا برفض الاختيارين لما فتحت عنايا كنت الوحدي في البدروم وكل حاجة اختفت ايوة كل حاجة اختفت انتهت تجربة في حياتي عمر ما تخيلتي ان ممكن امر بيها والحقيقة انا مش عارف هل عدم الاختيار كان هيكون هو الحل من اول مرة ظهر فيها دي الشيء ده ولا لأ لكن اعتقد ان انا نجحت لان ده كان اخر اختبار كتبت اللي حصل لي في مذكراتي وقطعتها ولزقت الصفحات في الاجندة اللي سبها لي والدي علشان الكيان ده لو رجع تاني اللي هيجي من بعدي يكون مستعد لي بعد كل اللي حصل اكتشفت انك حتى لو عشت بعد ما بتمر بالتجربة هتفضل المواجهة في حد ذاتها هي تكسيد للموت اي نعم الحياة رجع الطبيعية والبدروم اتقفل تاني لكن فكرية ماتت ماتت على طول بمجرد ما خرجت بساعات ومعرفش ليه هالفكريا كان ليها رسالة معينة قدتها وانتهت اما مريم فمريم اختفت ومحدش لقيلها اثر محدش عارف هي راحت فين بيقولوا انها من وقت ما جات لي وبعد كده محدش شافها عموما قبل ما تنتهي قصتي حابب اقول لك جملة واحدة انخيرك للمرة الثالثة فلا تختار اعذروني ان انا في تفاصيل رفضت ان اذكرها لان التفاصيل للقصة دي مستوحى من احداث حدثت لي بالفعل ولما بعتلك يونيس القصة اي نعم انا حرفت فيها كتير ودخلت في تفاصيل غير حقيقية لكن جدي وابويا واجدادي مرسوا تقوص تحضير وتقوص التحضير خلتهم يتواصلوا مع عشيرة من عشائر الجن والعشيرة دي للأسف اسلافي قزوهم جدا واستغلوهم اسوأ استغلال وسخروهم وجي الوقت انهم ما ينتقوا انا اللي قلته ده يعتبر شيء موازي لللي حصل لكن يمكن يجيهم من الايام واحكي الموضوع بتفاصيله الحقيقية واحكي لك القصة الحقيقية لفكرية المرة دي انا هحكي جزء ما تحكاش المرة اللي فاتت يمكن علشان ساعتها ما كنتش لسه اكتشفت الحلقة المفقودة او الجزء المفقود اختصارا لللي حصل هو اني وجهت كيان لحد دلوقتي ما عرفش هو ايه ومش كده وبس لا كمان اسلافي وجهه الكيان ده على مدار سنين وللأسف كل اللي شافوه ماتوا اللي شافوه الكيان لكن انا كتاب لي عمر جديد واللحظة افتكرت ان القصة خلصت عند جزء معين لكن بيتضح ان الحكاية دي ملهاش اصلا نهاية موت فكرية المفاجئ كان بالنسبة لي لغز غريب وخلينا افكركم انكم لازم تسمعوا البدروم الاول الجزء الاول عشان تفهموا كل اللي جاي الاغرب من موت فكرية جثتها اللي اختفت ومحدش لقى ليها اثر وكمان اختفاء مريم معرفش اختفت وراحت فين المهم بعد موت عمي اتنقلته هشت في بيته وبيت والدي سبته وتقفل بعده خروجي منه لانه من نسبة لي كان مكان ملعون حاولت عيش حياة طبيعية وبالفعل اشتهى الايام وكمان وضع المادي تحسن كتير عن الاول بعد كده الوضع هتغير في صباح يوم السبت وتحديدا نص الليل صحيت على قلم شديد في جسمي كله صحيت لقيت قطي المظلمة زي الكحل ومش شايف قدامي انفاسي باخدها بصعوبة نار شديدة بتحرق في جسمي كله عرقان جسمي كله غرقان قدرت اتحرك وانزلت من على السرير حرفيا بزحف زحفت لحد الكرسي في الصالة قدامه مراية قعدت على الكرسي وفي المراية شفت منظر صعب عظم جسمي خارج منه على شكل اشواك العظم كان كبير واخترق الجلد في كل حتة من جسمي كان شكلي نسخة طبق الأصل من أبويا قبل ما يموت بنفس الطريقة ورميني لمحتها قطة صودة ضخمة بصالي بثبات مخيف مريب بعدها بدأت تتحرك لحد ما وقفت في زاوية كانت مظلمة أكتر من أي مكان تاني في الصالة سمعت الصوت القطة أشبه بالزمجرة لكن الزمجرة بقدقت تتحول أشبه ما يكون بكلام كلام واضح وهي بتقول بعدها شفت جسم القطة بيكبر في الظلمة وتحولت لكيان كبير جدا كنت شايف ما لمحه رغم قلة وضعف الضوء الجن عابس كان واقف بعبيته الحمراء ووشه الملثم لكن المرة دي شفته مربوط بسلاسل حديد ما خليه مش قادر يوصلي لكني شفت برضو بعيني السلاسل دي بتسيح وبمجرد ما تفكت هجم علي وهو بيصرخ صراخاته الرهيبة صحيت من النوم مفزوع وققت فترة مرعوبة على السرير وبحسس على كل حتة في جسمي واستوعبت ان ده كان مجرد كابوس غريب صعب بشع كنت صاحي ايدي واجعاني جدا رفعت ايدي قدامي وحسست على المنطقة اللي واجعاني تحديدا في ايدي لقيت شيء زي بروز صلب ظهر تحت الجلد عظم ايدي زي ما يكون بارس جدا في منطقة معينة وبروز وباين للعين من تحت الجلد عادت ما كاني شوية خايف ومش مستوعب هو ايه اللي بيحصل لي ده هو انا هيحصل لي زي ما حصل لابويا ولا ايه لا انا المفروض انا جيت بحياتي بس سعاب الظهر لي تاني ظهر تاني ليه وكمان مش سايبني في احلامي انا بحاول اكون عقلاني واتجاهل اللي لادي وتاني يوم الصبح قضيت يومي وروحت شغلي الاول رحت شغلي الاول وانا نسيت وتنسيت تماما اللي حصل لكن الليلة اللي بعدها حصل نفس الشيء كابوس لكن مختلف شوائتين عن الكابوس بتاع ليلة مبارح حلمت بفكرية شفتها في البدروم مع ابويا البدروم كان فيه ضوء قوي غير العادة ارض البدروم زي ما هي مليانة دم والمعروف ان الارض ما بتشربش الدم ابدا فكرية بترسم بالتراب الاسود نجمة جوا دايرة كبيرة وابويا رابطني في كرسي ووسط الدائرة المرسومة والدم على الارض بدأ يتحرك زي الموج وفاجأة حسيت بحركة غير عادية زي ما يكون فيه الف واحد في البدروم بيجروا النور انطفى لكن برغم كل ده كنت شايف كويس شايف عابس مرة تانية قدامي لكن المرة دي مش هو اللي هجم لا ابويا قرب مني وهو اللي بدأ يخنقني بكل قوته ومع صرخيتي ومقاوميتي صحيت مفزوع من الكابوس معرفش ليه حسيت ان اللي شفته ده مش مجرد كابوس دي رؤية وشكلها حاجة بتتحقق المرة دي لما صحيت العظم البارس في ايدي كان اكبر من الاول والقلم بقى اشد واصعب اتأكدت وقتها ان الموضوع ما انتهاش اكيد حد ساب باب موارب اتسبب ان الاحداث دي تبدأ من جديد او في حاجة لسه مستخبية حاجة متعلقة بفكرية وابويا تحديدا احساس غريب جواب يأكد لي ان في قصص وحواديت حصلت في البدروم ده ومحدش يعرف عنها حاجة كان لازم اخد قرار واكون انا دايما اللي سابق الاحداث ده اللي تعلمته من تجربتي اللي فاتت علشان كده لميت هدومي وقررت ان انا هسافر البلد بالنهار هروح بيتابويا واشوف ايه السبب في اللي انا بشوفه واللي بيحصل بقى يحصل انا ما بقيتش فارق عندي اكتر من كده اول ما الصبح طلع جهزت نفسي وفتحت دولابي وخرجت منه اه خرجت منه اه اسف لفة سودة كان جواها الاجندة اللي فيها المذكرات ما كنتش عارف ان اللي هيحصل بعد كده هيكون اسوأ بكتير من اللي شفته سافرت بالقطر المرادي وطول الطريق شغل بالي ايه اللي ممكن الاقيه المرادي في البيت ولما وصلت كان البيت كئيب ومرعب زي ما هو كنت متردد اكمل ودخل البيت ولا ارجع في نص الطريق صراحة الفكرة الاولى اتغلبت على التانية ودخلت فعلا للبيت بعد ما كنت حالف ان انا ما اخطي هنا تاني لما دخلت رعشة رعشة غريبة ضربت جسمي كله والبداية كانت ان انا لقيت في البيت حاجة غريبة البيت زي ما يكون حد عايش فيه وخلفات سجاير مرمية في الارض كوباية شاي برد على الترابيزة حاجات كتير ما كانتش في مكانها شكيت ان في حد ممكن يكون نزل البدروم لكن مين ممكن ينزل ومين ممكن ييجي البيت اصلا في غيابي رحت قوضة فكرية علشان اتأكد من الفكرة اللي جات في بالي زيحت السرير وتحتيه كان التراب الاسويت زي ما هو زيحته بايدي فلاقيت الباب مقفول بالقفل اللي كنت سايبه عليه ونسخ المفاتيح على فكرة معايا انا بس اتطمنت الحد ما لكن الحاجات اللي مش في مكانها دي برضو شغلة بالي وتفكيري مين دخل البيت وانا مش موجود قررت هقعد في البيت يومين لحد ما شوف مين ممكن ييجي او ايه ممكن يحصل وبدأت اوضى بالبيت ورجع كل حاجة زي ما كانت على مدار الكام ساعة لقعدتهم في البيت كنت خايف ومش مرتاح كان عندي شعور غريب ان فيه عنين بص علي وبترقبني بالليل دخلت قطي ونمت على طول من التعب بس صحيت على صوت خطوات رجلين ماشية في الصالة نومي خفيف والحركة اللي برا قلقتني قمت من على سريري بهدوء كل اللي في دماغي ان فيه حد دخل البيت حرامي او شخص شخص ما بيبات هنا اتسحبت وكنت سايب باب الاوضى مفتوح طلعت للصالة من غير ما اصدر اي صوت مشيت ولنبات الجاز في البيت كانت مقفولة برغم ان انا متأكد اني ما قفلتهاش قبل ما نام خرجت للصالة واستخبيت وراء ترابيزة كبيرة لما سمعت صوت خطوات الرجلين بتقرب لمحت بعيني واحدة قصيرة وجسمها مليان كانت لابسة جلبية وميزت انها ست بسبب شعرها الطويل اللي نزل على ظهرها دي دي فكريها بدأت اميز تفاصيل فيها ما كنتش شايفها كان فيه سكينة مغروسة في ظهرها وكانت ناشية بتنزب في الصالة انا كنت فكرها مش شايفاني لحد ما لقيتها بتجري نحيتي طلعت اجري وكان اقرب باب لقيها وباب قوضة فكريها نفسها دخلت وقفلت الباب ورايا القوضة ضلمة وجسمي كله عرقان وبتراش ما كنتش شايف حاجة لكن ورايا حسيت بحد بيتنفس انفاس سخنة وبطيقة كأن سكينها بيحتضر بصيت ورايا بسرعة لكن انا كده كده مش شايف حاجة بس حسيت بييد بردا ايد مسكت رقابتي وايد تانية مسكتني من كتفي صوباهم كانت بيتهيرس في لحمي وبضقطعه سحبت نفسي منهم بكل قوتي وقربت من الباب تاني وفتحته ظهر نور خفيف ما عرفش مصدره ايه لكن خلاني شايف كويس القوضة من ورايا كنت واقف متكتف حسس بييد مسكاني مش شايفها ولا شايف صاحب اليد حاولت اخرج لكن جسمي مشلول قلبي هيشق صدري ويخرج من كتر الخوف ما كانش في المرة دي النصايح في المذكرات تنجيني زي كل مرة بدأت بتلقى يقول يا رب يا رب نجيني يا رب انت المعين نجيني يا رب انت المعين ومن غير ما حسي لقيت لساني بينطق بآيات الله الكريمة وبدأت آية الكرسي وكررها اكتر من مرة لحظات اتحررت وقدرت اتحرك طلعت برى القوضة لمحت جواها عابس واقف لكنه ما طردنيش ولا طردني ومعرفش انا مشوفتوش وانا جواه ازاي حصل بعدها اغرب شيء انا ممكن اتخيله لأول مرة اسمع بويدني صوت صادر من عابس نفسه سمعت صوت عابس نفسه اللي كان عبارة عن اصوات كتير متدخلة في بعضها نزل في الوقت ده الوشاح من على وشه قال لي اخر نسل من ايلة محروص هيموت ويدفن هنا اخر نسل من ايلة محروص هيموت ويدفن هنا بعدها اختفل فصل نالحو ده ايدي واجعتني اكتر شفت بروز العظمي من تحت جلدي كده مموت بالبطيئ وانا شفتو الكلام اللي سمعتو وود اكيد ان الحكاية ما انتهتش فاضل ايه تاني عمله ما عملتوش فاضل ايه تاني اعماله ما عملتوش عابس عايز يبتقن من عائلتي ليه عملوا ايه علشان الجن الملعون ده يفضل يطردهم بالطريقة دي ابو انا مالي وزن بي ايه لو هو فعلا خلص عليه يبقى زي ما بيقول مفضلش غير اخر المسل واخر النسل ده يبقى انا انا اللي حصل في الليلة دي خلاني مرغوب لكن ما كانش ينفع امشي قبل ما لاقي حل للباب اللي تفتح في وشي قد بس المشكلة ما كانش فيه خيط امسكه او حل للمصيبة دي او حاجة امشي وراها ما فيش جامل لا عمي ولا فكرية يحذروني وينبهوني ما فيش فكرية اللي موتها كان غريب جستها راحت فين وشكلها اللي شفته والسكينة المغروسة بظهرها هل ده معنان فكرية قتله بس مين اللي هيقتلها ومين مستفيد من قتلها انا تعبت بجانب قعدت تاني يوم في الصالة بكلم نفسي وبفكر اشوف شيخ او دجال بيفهم في الامور دي ويساعدني كنت محتار حطيت قدامي الاجندة اللي فيها المذكرات قلبت فيها وقاريتها من تاني اكتشفت ان كل حد قابل عابس مات بطريقة بشكل واشعة في النهاية وانا بقلب لقيت في اول الاجندة كده ما كان فيه صفحات مقطوعة افتكرت كلام فكرية انها قطعت جزء من الاجندة بسبب خوفها علي ساعتها مكنتش دققت في كلامها لكن دلوقتي رجعت اسأل نفسي هي كانت خايفة علي من ايه بالظبط كنت بتفكري في ايه يا فكرية كانش قدامي غير حل وقات قدر اني اعرف وافهم عليها اتحركت من المكاني وبدأت ادور على الورق الناقص من الاجندة في قوضة فكرية دخلت القوضة وقلبتها حتة حتة على امل ان انا لقي الورق المتقطعة لكني ملقتش حاجة انا فعلا لو ملقتش في الورق ده هيبقى لازم انزل البدرون من تاني واكتشف بنفسي ودي فكرة منيلا بستين نيلا فكرت في اكتر مكان في البيت فكرية بتبقى موجودة فيه من المطبخ لقوضتها ومن قوضتها للمطبخ رحت ناحية المطبخ على امل الاقي حاجة محتاجتش وقت كبيرة علشان يلاقي حاجة تلفت انتباهي كيس اسود مدفون في درج من ادراج المطبخ فتحته بحرص جديد لقيت ورق قديم متطبق اخدت الكيس وقعت تفصاله وبدأت اقارى الورق اللي موجود الجزء المقطوع من المذكرات المذكرات دي كانت متعلقة بجدي الكبير محروس اللي كان كاتب فيها بيقول كل حاجة بدأت لمصحية انا واخواتي اللي اتنين في يوم من الايام ولقينا ارضية بدروم البيت المشققة وقعت وظهر تحتها طريق طويل تحت الارض في الاول سمعنا صوت كأن البيت بيقع ولما نزلت انا واخواتي تحت البدروم شفت بعيني فراغ جوا الارض سقوط او هبوط زي ما بيقولوا ارضي بس مش مجرد حفرة او الارض سقطت بفعل بزلزال او غيره لا 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 ده نفق محفور يدويا وواضح انه محفور من فترة طويلة جدا باين عليه كده بعد ما ظهر النافق ده قدامنا شاورت اخواتي وسألتهم هنتصرف ازاي ونعمل ايه اتفقنا ننزل ونشوف نهاية النافق ده ايه استنينا لحد الليل واخدنا بعضينا وانزلت انا واخواتي نورنا الطريق بلمبا جاز كنت مسكها وماشي بيها قدامه تحت البدروم كان فيه دهليز طويل مشينا فيه وحسينا اننا مش هنجيب اخره الهوى كان قليل جدا تحت وكنا بنعافر علشان نقدر نمشي في الطريق الديق ده لغاية لما وصلنا عند باب كبير منحوط في الصخر نفسه الباب ده كان منقوش عليه رموز وطلاصم غريبة محدش فينا كان عارف في ايه حطيت لمبة الجاز على الارض وحاولت افتح الباب لكن كان مستحيل افتحه الواحدي زعقت فيهم الاتنين وقلت لهم انتوا وقفين تتفرجوا علي ما تهم منك ليه حاولنا نفتح كلنا لكن برضو مفيش فايدة وسط محاولاتنا وبحثان عن اي حاجة نفتح بيها الباب اخوي الصغير لمحتوا بصت للسقف وجسمه بيتنفت رهشة خفيفة بصت له بصت للسقف وقلت له مالك في ايه؟ تجسمك بيترعش كده ليه؟ ما ردش عليها ما نطقش لكنه رفع ايده وشاور للمكان اللي بيبص عليه لما ركزته جيته بصه مشوفتش حاجة لان لمبة الجاز اتطفت فجأة وبعدها اصوات صراخات كتير ضربت في المكان زعقت بعلو صوتي اجروا بسرعة اطلعوا يظه زكت ايد اخواتي بسرعة وجريت بيها كنا كل شوية نخبط في حيطة ونقع ونقوم والله حاجة بتجري ورانا وبتصرخ فضلنا على كده لغاية لما اخيرا طلعنا وبمجرد طلعنا الصوت نفسه اختفى اخوتي بعد الحادثة سابولي البيت ومشيوا بالذات لما عارفوا ان انا عايز انزل تحت الارض تاني كلمتهم كتير جدا اسمعوني هو الواحد بيت ايده تقع على مقبرة فرعونية وكنزة كل يوم وكمان تحت بيته يعني محدش هيحس بينا لو ورسنا من اجدادنا يعني مش حرام اخوي قالي بقولك يا محروص بص السكة دي شمال واخرتها وحشة وحشة ايه بس بقولك ده رزق وحاجة هتتفتح في وشنا وتجيب لنا ملايين لطاقة القدر حرفيا وممكن يا محروص يكون باب جهنم هو اللي هيتفتح احنا نحمد ربنا ان احنا خرجنا المرة اللي فاتت دي بسلام اللي شفناه واللي سمعناه خلى خوك حسين من ساعة من خرج ما بينطقش ويعالم هو شاف ايه زياد عننا يعني انتو مش معايا لا طبعا مش معاك ومش كده بس على فكرة انت لو كملت في طريقك ده اعتبر نفسك لحنا اخوتك ولا نعرفك ولا عايزينك تعرفنا ياه للدرجاتي للدرجاتي ايوة للدرجاتي وانت كده مش هتضر نفسك بس انت هتضرنا كمان معاك وخلص الحوار بيني وبينه وما كانش عندي اي نية في ان ارجع عن اللي في دماغي وده اللي تسبب فعلا في اني قطعت علاقتي بيه قطعت الصلة باخواتي تماما سابوا لي البيت زي ما قلت لكم وانا ومراتي وابني رغم ان ده بيت ابونا وتعاهدنا نعيش العمر كله فيه كنت على يقين ان الباب ده كنزة او مقبرة فرعونية كاملة بس الباب كان هو الحجز الوحيد في طريقنا بعد محاولات كتير الباب زي ما هو حد ما يقسته قررت ان انا هجيب شيخ ينزل يمكن يقدر يفتح الباب ده زي ما بيقوله وبعد مدة قدرت اوصل لواحد الحقيقة انه دجال من بتوع الاعمال السفلية والسحر كان اسمه بولعزايم الراجل ده بعد ما حكيت له على اللي حصل قال لي الباب ده مفيش جن هيقدر يفتحه غير واحد من خمس ملوك عشائر الجن يا عبس يا مغمور يا خطام يا متعاف يا لمس لكن بحذرك من دلوقتي يا استاذ وبحذرك تاني وتالت ورابع اللي هيحصل بسبب وجود واحد منهم في بيتك مش هاين طيب انا موافق شوف هتعمل ايه في الاول رفض لما عرضت عليه مبالغ كبيرة وكل اللي حلتي ساعتها اغريته بوافق قدام اغراء الفلوس وفي ليلة بعد نص الليل ابو العزايم جاي لي علشان نبدأ جلسة التحضير كان جاي ومعالف فسودة فيها حاجة بتتحرك سألته ايه ده يطلع ايه ده رد عليها بفقة وبتسامة خبيثة وقال لي ده لزوم تقوص التحضير اللي هنعملها انت نسيت ولا ايه لا انا منسيتش بس ده ايه شوف واسمع وانت ساكت يا استاذ المهم نزلنا البدروم انا وبالعزايم وطلبت من وراتي وابني ما ينزلوش ورانا لو حتى البيت تهد مسكت لمبة جاز ونورت الطريق لابو العزايم اللي كان نزل البدروم ورايا اول ما شاف النافق الطويل تحت الارض يعنيه لمعت وقال لي دي شكلها مقبرة كبيرة وهيطلع منها شيء وشويات يبقى افتكارنا بحاجة نزلنا واحد ورات تاني كنت كل ما بامشي باسمع صوت حد بيتكلم بلغة مش مفهومة كل ما امشي كل ما الصوت يعلى ويبقى اوضح واكتر ابو العزايم قال لي ايه محروس انت سامع حاجة اه انت كمان سامع اه بس ما تخافش دول الجنة حرص المكان بيعملوا كده عايزيننا نمشي من هنا بس نمشي ايه بقى ده انا هعبر لهم اللي يطفشهم واحد وراتاني ده انا ابو العزايم عارف مين ابو العزايم؟ ابو العزايم كملنا في طريقنا وفضلنا ماشيين كتير لحد ما ابو العزايم قال لي كرا يا عم انت مش قلت النفق ده اخر باب انا عيني مش جايباله نهاية ولا اخر بيانها كده المرة اللي فاتت لما نزلنا ممشناش كتير وبالمسافة وبالكم دايب والعزايم اه قلتلي دول شكلهم بيلعبونا ميش مشكلة اقولك احنا هنعمل جلسة تحضير دلوقتي ان شاء الله عن الباب ده مظاهر اول ما قل لي كده قلبي ده خفت ولقيت نفسي بقف وانا منصع لقوامره والاول مرة حسيت ان انا مش عايز اكمل بس زي ما بيقوله فات الاوان ابو العزايم طلع اللفة اللي كانت معه فكها طلع جواها قطة قطة سودة حية بتتحرك سجها بسرعة ومنجيبه خرج سكينة ودباحها دباحها بمنتها البروت وبدمها رسم دايرة كبيرة حوالينا وجوة دايرة صفة القطة رسم بيها نجمة داود انت ايه اللي بترسمه ابو العزايم ده شش مش عايز واش اطفل لمبة جاز وولع بدالها الست شمعات على كل طرف من طرطيف النجمة على الارض المرسومة ومش عايز رأي كتير انت خفت ولا ايه لا مخفتش ولا حاجة حاضر بس انت مقلتليش ان انا اجيب شمع معايا ومال انا في ايداتي ايه اتفضل بدأ كلامه بهمس بعد كده مجرد تحريك شفايف رغم ان كده على فكرة انا كنت سمع اللي بيقولوه عزازيل عزازيل ميمون ميمون يا ملوك العالم الاخر يا من تملكولا القوة والسلطان طيقل طيقل عزازيل عزازيل ميمون ميمون طيقل طيقل عزازيل عزازيل الله بعدها صوته بدأي على سنة وقال اقصنت عليكم بالعهود السليمانية بالعهد الرابط بيني وبينكم اقصنت عليكم يا ملوك العالم السفلي انت عينوني على تسخير عابس خامس الخمسة ان تلبوا النداء العاجل اقصنت عليك باسمك يا عابس يا ابن النار الساعة الساعة العجل العجل الان الان الساعة الساعة العجل العجل الان الان اقصنت عليكم بالعهود السليمانية بالعهد الرابط بيني وبينكم اقصنت عليكم يا ملوك العالم السفلي انت عينوني على تسخير عابس خامس الخمسة لها بالشموح حوالينا كان بيتحرك يمين وشمال بسرعة رائبة وشفت بعيني ضل قسوة ضخمة بيترسم على الحيطة مش عارف ده ضل النار بتاعت الشموح ولا ده ايه بس لحظة النار ملهاش ضل فجأة ومن الحيطة تحديدا عند الضل خرج كائن طويل والشمولة ثم ولابس عبايا حمد طويل وكبير لدرجة مرعبة أبو العزيم اتكلم وقال أقسمت عليك باسم العابسين وأزيدهم بشخصي أن تخضع وتطيع شايف الكيان قدامنا بيبص لأبو العزيم وسمعت الصوت حد بيتقلم سمعت الصوت حد بيتقلم وبيعايت لقيت أبو العزيم أني بيضت كلها وقعد في الأرض على ركب ورفع راسل فوق وقال رابي 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 الشموع بدأت تطفي واحدة وراء تانية لحد ما بقيت وسط الضربة شايف أي حاجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك ربي من همزات الشيطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حسيت أنها خلاص النهاية بس تعيز بالله من الشيطين أنها تحضر إزاي وأنا اللي حضرتها وأنا لسعيت أنها تيجي لعنت نفسي بسبب طمعي كيفو بعد إيه بعد إيه أنا مش فاكر إيه اللي حصل بعد كده أنا حتى مش فاكر هل أنا فقدت الوعي ولا إيه اللي حصل كل اللي أقدر أقوله أنه حصل أن ربنا بعاتلي الخلاص في اللحظة الأخيرة إزاي برضو معرفش أنا فجأة لقيت نفسي في قطي نايم على سريري ووقف قدامي مراتي منهارة من العياط وابني وحسن أخويا كلهم وقفيني وأنا برضو مش مستعوب إيه اللي حصل إيه اللي حصل هو أنا طلقت إزاي حسن أخويا رد علي وقال لي إيه دا إيه دا أنا هقولك على كل حاجة إحنا بعد ما سبناك ومشينا خفنا عليك يا محروص أنا شفت في عينيك لمعة طمع تودي في داهيا وتودي ورا الشمس كنت عارف إنك مش هتسكت وهتعمل اللي أنت برضو مصمم عليه لما عرفت من مراتك إنك نزلت النفق اللي في البدروم وعرفت موضوع الراجل اللي أنت جبته جريت بسرعة على البيت ولقيتك إخويا مرمي على الأرض وعينيك كلها بيضة وبقك نازل منه ركاوي كتير وشفنا جنبك جثة واحد مرمي على الأرض جثة مسلوخة كلها واضح إن دا الدجال اللي أنت جبته أنا سحبتك لبرة أنا مش أصدي خوفك لكن أنا شفت حاجة تحت أنا شفته شفت مخلوق زي الشياطين شفته وقف وراك وإنت مرمي على الأرض وما كانش تهيؤات والله العظيم يا أخويا مكان التهيؤات والله أنا شفته أقدر أقول لك النشطان من شياطين الجن وأنا بس حابك سابني لكن لكن وفجأة أخويا حسن سكته مبقاش يتكلم فسألته ما لك حسن سكتل إيه لكن إيه سكتل إيه حسن بص على الحيطة جنبنا وقال إيه أنت عملت إيه في البدروم يا محروس عملت إيه بقول لك يا حسن كفاء اللي أنا شفته ما تخوفيش أكتر ما أنا خايف لقيت حسن شبه متجمد وبيقول لي روح بصرها اسأل في القرية اللي جنبنا على واحد اسمه زيان ده كان أكبر دجال في البلاد تاب من زمان روح وحكيله على اللي أنت عملته وقاته تعالى ما عرفش أخويا كان منوم مع ناطيسي وهو بيقول للكلام ده ولا ما عرفش طيب تعالى معايا تعالى معايا هروح أجيبه وتعالى معايا ما ينفعش ما ينفعش هو مش عايزنا يروح معاك يا هيئزين يا هيئزين وحنت يا أخوي اتحرك بسرعة اتحرك لأن أنت اللي نزلت خرقت من البيت وروحت رحلة البحث عن زيان سألت عليه لحد ما وصلت له البيت اللي هو ساكن فيه فتح للباب وأول ما شفته قلتله بسرعة وأنا زي الغريء اللي بتهلق في أشايا أنا في عرضك تيجي معايا دلوقتي أنا في عرضك أجي معاك فيه إيه ده كده يا ابني وقلي مشكلتك إيه علشان أقدر أساعدك الراجل أجن أنا مش فهم ادخل يا ابني وحكيلي من فضلك دخلت وحكت له وقلت له على طقوس التحضير اللي عملناها يخرب بيتك انت هوب العزايم بقى عشان بتدور على الأسار تحضروا عابس انتوا مخبيل ومكانين واللي جمع أجده إزاي يعمل كده هو مين عابس ده مين اسكت ما تكررش اسمه لا يحضر ده واحد من خمسة بيعتبروا من أقوى ملوك الجن وأعظمهم ده اللي فعمل فيكم ده أوليه أوليه القوي مقابل إنكم حضرتوه حضرتوه عشان إيه يفتح لكم باب باب طب يا شيخو العمل إيه مصرفه إزاي فهمي مفيش عمل مفيش عمل أنت يا ابني ما أزيتش نفسك وبس أنت مش بعيد تكون أزيت البلد كلها مش عيلتك كمان بس أحب أقولك إن احنا هنموت واحد وراء الثاني هنموت يا ابني واحد وراء الثاني أنا في عرضك يا شيخ أنا في عرضك حلالي بدأ زيان يهرش في دماغه شوية وقال لي أنا ما أقدرش أعمل حاجة يا ابني أنا بطلت الشغل اللي يغضب ربنا من زمان طيب قولهولي وأنا هعمله وعلى فكرة إنت لو عملته أنت بتنقذ نبيه وبتنقذ البلد اللي هتموت زي ما أنت قلت ما أقدرش ما أقدرش أعمله أنا هقولك تعمل إيه بالضبط لكن هتعمل كل حاجة لوحدك ولو الشر مسك هيبقى على الأقل اللي الدايرة هتتقفل عليك أنت ومش هتطول البلد كلها ومش هتطول أهلك وناسك يعني أنا هموت على حسب هتعمل اللي هقولهولك بالضبط ولا لأ طيب قولي وابتدى الشيخ يشرح لي بالضبط هعمل إيه اللي فهمته منه إن عابس مش دبانة طايرة كده هيشهها وأصرفها تمشي لحاجة كده زي الوحش الكاسر اللي لازم يتحبس ومشيت من عند الشيخ زيان وأنا في الطريق لقيت ولد صغير بلعب مع الأطفال في الشارع رفت ناحية الولد وطلبت منه يجي معايا الناحية التانية علشان هيشيل معايا حاجات وطلعت من جيبي عشر قرش بحالهم بدتهم للولد اللي فرح جدا ومشي معايا على طول لما جات للفرصة واختليت بالولد خبطه على دماغه ولما فقد الوعي شلته في طريقي للبيت وانزلت البدروم من تاني بس المرة دي أنا كنت عارف إن أعمل إيه كويس طلعت إزازة فيها مياه سودة ووراقة مطوية من جيبي إدهم لي زيان قبل ما مشي من عنده وزي ما قال لي بالزبط فضيت المياه في جرد الكبير وخلطها مع مياه عادية وبدأت أرشها على الطراب في أرض البدروم الطراب لونه تحول للون المياه السودة بالزبط وبقيت لونه لونه الضلمة جمعت الطراب الأسود ده كله ورسمت بيه دائرة كبيرة وقفت وسطها وكان ناقص حاجة واحدة بس حاجة واحدة بس القربان لما كنت عند زيان قال لي الطقوس مش هتم غير بتقديم قربان هتقدم القربان للخدام اللي هيحبسه عابس وخلي بالك وانت بتقرأ من الورقة اللي اديتهالك ما طيراش غلط الطلصم اللي في الورقة دي بيحضر عشيرة كاملة من الجن ربنا معاك بقى لو غلطت في حاجة وما تنساش دائرة الطراب تفضل مقفولة لحد ما تخلص كل حاجة دائرة الطراب تفضل مقفولة لحد ما تخلص كل حاجة فتحت الورقة اللي أختها من زيان وفتحت الشوالي اللي كان فيه الولد اللي خطفته كان لسه فاقد الوحيد بدأت أقرم للورقة اللي مكتوب فيها الطلاصم أقصدت عليكم بالعروض السليمانية بالعقل الرابط بيننا وبينكم أقصدت عليكم يا ملوك العالم السلي أنتو عيوني على صرف عاليس خانس الخانسة أقصدت عليكم أنتو لكم دداء العاجل أقصدت عليك باسمك يا عاليس المنار الساعة الساعة العاجل العاجل الآن الآن الساعة الساعة كررت الكلام اللي مكتوب في الورقة أكتر ممرة جسمي كان كله بيطنفط طول ما أنا بقوله بدأت جتة الولد طرف الدائرة من برا شلت الولد على كتفي ورميته برا الدائرة الولد اتسحب من رجليه واختفى في الظلمة اتسحب بعنفه وبسرعة رهيبة طبعا مصيره الموت وأنا هضحي بمين يعني هضحي بابني ولا امراتي ولا هضحي بنفسي ولا أخوي حسن أنا جبان أنا جبان وأناني سمعت صوت الولد بيفوق وبيصرخ كنت عامل حسابي إن الدنيا هتكون ضلمة تحت ولا عتعود كبريت علشان أشوف لكن كل حاجة كانت اختفت ما شفتش على الأرض غير جثة الولد المسكين مرمية ومسلوخة الجلد ودمه سايل على الأرض لعنت نفسي وأنا عارف إن كل الخلق بيلعنوني وكل مخلوقات ربنا بتلعني على اللي بعمله بعد لما أنهيت القربان خرجت من البدروم وكان مستنيني مفاجآت كتير أولها إن أخوي حسن مات في القوضة بتاعدي بعد ما سبته تانيها مراتي تجننت وبقت تمشي في الشارع زي المجازيب والمفاجأة الأكبر كانت على ظهر الورقة قال الشيخ زيان أو زيدان حسب ما هو شوية قوله كده وشوية قوله كده كانت مكتوبة على ظهر الورقة قال للدهالي كان مكتوب ملوحظة بتقول هتكرر نفس القربان كل عشرين سنة ده الشرط الوحيدة علشان عابس يفضل محبوس قدرت عايشه فعلاً الموضوع انتهى لكنها مش الحياة السعيدة اللي كنت متخيلها أنا مجرم أنا مزنب غبي طعم عينزلني تاني للبدرون بعد سنين كنت فكر كده خلاص هقدر انزل النافق بقى وافتح الباب اللي تحت أيوة بتشتموا فيي أيوة اشتموا كانت جثة المسكين الولد اتحللت ومش باقي منها غير العظم اللي في البدرون لكن الغريب ان دم الولد كان موجود على الارض كأنه لسه مدبوح أي نعم الارض مبتشربش الدم لكن مش بالمنظر ده كأن لسه الدم سايل من سواني اللي حصل ان عابس ظهارلي أول ما فتحت البدرون تاني اتجسد قدامي وطلب مني اختار طريقة موتي كان بيلعبني وبكل فخر اداني فرصة لاختيار الطريقة اللي هموت بيها وأنا اللي بغباء انزلت له أيوة انزلت له تاني برجلية قررت أقفل النفق اللي كان فيه البدرون وردمته بالطراب ما كنتش عايز حد يعرف حاجة عنه لأن ما كنتش عايز حد ينزل البدرون من أهلي كتبت مذكراتي علشان اللي هيجي من بعدي من عائلتي لازم يجدد طقوس الحبس كل عشرين سنة رسالة إلى الابن أو الحفيد أو من يأتي بعدي هذا لكم وهذا إليكم واللعنة موروثة والغضب موروث والإرث هو الحزن والألم الامضاء محروس ده اللي كان كاتبه والد جدي محروس في المذكرات بالضبط كنت مصدوم وأنا بقرأ لأني عرفت أن الغرض مذكرات ما كانش أبدا التخلص من عابس لا الفكرة كلها كانت في أنه يفضل محبوس في البدروم الرؤية بدأت تكون واضحة بيتهالي قدامي وقدام الناس كلها دلوقتي عرفت ليه عابس عايز يقضي على آخر نسل من العيلة العيلة اللي حبسته في البدروم سنين وسنين قلبت في الورقة اللي في إيدي من تاني وكنت بدور على حاجة معينة فين الجزئية الخاصة بأبويا أبويا عمل إيه لما وصل له الدور علشان يقدم القربان أكيد نفذ التقوص هو إلا كان عابس قاتلنا كلنا لكن فينا التفاصيل إيش معنى أبويا ما كتبش إيه اللي حصله وانعهقت وبعد ما خلصت قرأيها حسيت بحركة ورايها لسه هتلفت عشان أشوف في إيه اللي ورايها حسيت بحاجة نزلت على دماغي خلتني اتراميتها على الأرض والدنيا بدأت تسود قدام عنايها وكل حاجة بتتراهش وكل حاجة بتبعد 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 لما صحيت كنت مربوط على كرسي في مكان مضل شموع حوالين مني من ورا المكان حواليه مش شايف لكن بسبب الريح الوحشة والدم اللي مال الأرض حوالين مني عرفت أنا فين أنا رجعت البطروم تاني وحوالي دايرة مرسومة بالطرابة على الأرض وقسطها أنا هزي الدماغي وقمت عناي قوي فبتحتها لشان أتأكد إن أنا مش في حلم هاي وأنا مش في حلم دا علم ونص وثلاث تربع وقدامي واقف شاب في نفس سنة تقريبا وقف يبص لي ومبتسم وعمال يهز راسه وأما ماير راسه يمين قوي كده كأنه بيتعرف علي وابتسم وقال لي حمد الله على السلامة كويس إنك صحيت قبل ما خلص علشان تبقى عارف انت هتموت إزاي هو أنت مين مش عيب عليك ما تبقاش عارف أخوك أخوك عمار انت مجنون ولا إيه فكيني دلوقتي وطلعني من هنا بسرعة انت مش عارف هيحصل لنا إيه هو من ناحية هيحصل فهو عايحصل بس مش لي أنا يا حبيبي دليك إنت يا أخويا يا حبيبي إنت خدني على أدعالي وفهمي انت بتعمل كده ليه وعايز إيه انت مين أساسه أنا والله العظيم معرفك ولا أنا أخوك انت فيه حاج غلط وصله لك غلط سدقني أنا هقولك بس هعتبر ده الطلب الأخير اللي بطلب لأىى حد يتقلع على حبل المشناء تطلب إيه قبل ما تموت تمام؟ موافق؟ بوس اسيدي بابا في الأول جاب ولد لكن بالرغم من إنه خلف لكنه ات بنى طفل تاني ورباه وكبره وكان في نيته يضحي به لما يعدي عشرين سنة ويجي مع التجديد التقوص كنت أنا ابن عبدالعزيز الأصلي وانت بقى اتبنك زمان بعد ما نتولدت ايوه اتبنك زمان والله او اقول لك حاجة عشان ما بقاش عارف ممكن يكون خطفك ممكن تكون انت مثلا لقيت يعني نسبك مشكوك فيه ما تزعرش مني يعني كنتش حابب ان انت تبقى ماشي وانت مش عارف اصلك او مش عارف انت جيتم ازاي اوه لا مش قصدي اوه هتكون فهمت ان انا بقول ان انت ممكن تكون لقيت او ابن حرام لا امقصدش على فكرة انت مجنون مجنون مش تسيبني اكمل هو كان بيجاهزك علشان تبقى القضحية الجميلة يضحي بيك مكان ابنه ابنه اللي من صلبه مش من علبة بالجامع مهن عبويا صفرني بره البله لما انت كنت صغير علشان يبعت عني كل الشر و لما انت اكبرت شوية واحد من اللعمان ضمير وقنبه وعارف الحكاية طبعا عارفها هرب بيك بالقاهرة علشان كن بيحبك وشايف ان انت طفل كويس حصل إيه؟ بابا البيت بقى فاضي عليه ما كانش فيه غيره هو فكري واللي حصل بعد كده إن بابا ضحك على فكريه وقتلها في البدروم تحت علشان كان لازم يقدم قربان ما هو يعمل إيه يعني؟ حط نفسك مكانه يقدم قربان ولا الرجل هو ليه يتباح ويموت أنا بقولك أنت مخبول فكريه عايشة وكانت عايشة لحد ما رجعت للبيت تاني لا ما كانتش عايشة ولو أنت شفتها وتكلمت معايا فحب أقولك إنك متوهب لو كان في وقت كنت أخذتك لولادة عشان يأكدولك بنفسهم إن فكريه ميتة بقى لها سنين المهم المهم رجع أبويا يعيش حياته تاني لكن أنا كنت مستغرب ليه ما رجعنيش لبيته تاني طالما التقوص خلصت لحد ما عرفت اللي بيفكر فيه كان في دماغه ينزل للبادروم تاني وزيه زي جدادنا محروس بقى الطمع رجع يلعب في نفوخه من جديد وطبعا أنت أكيد عرفت كل التفاصيل اللي حاصرت له بعد كده قبل ما يموت بكام يوم كلمني وجيت له البيت وساعتها حكالي على كل الحكاية أنا كنت في حالة صدمة زي الصدمة اللي أنت فيها دلوقتي بالصفت أنا آسف ما ينفعش أسيبك تاني خلاص افتكر دايما أخوك عمار ولا أنا مش أخوك اعتبرني أخوك 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 مع التجديد التقوص الليلة وأنا لما ضحيتش بك النهار ده مش هيطلع علي النهار يرديك كده يرديك كأنا ما يطلعش علي النهار كده 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 أنت جيت البيت ده من وانت في اللف علشان كان فكرة وجودك إنك ضحية قربان كالبي يتبح بس علشان أنا نعيش فبدل ما اتبحت زمان هتتبحت الوقتي والليلة هتتنفذ المهمة اللي أنت كنت أصلا مخلوق عشانها عابس مستني اليوم اللي يتحرر فيه وينتقم من كل واحد في العيلة علشان كده أنا صلطت علي الجن يهيق لك حاجات مش موجودة ويخليك تحلم بكوابس عن البدروم ويخليك تشوف دي وتشوف ده إشي فكرية وإشي فوقية وإشي فاتحية لحد ما جيت لحد هنا حتى إيدك إيدك اللي أنت متخيل أن العظم طلع منها من كل حد بصّلها كده بصيت لإيدي كانت سليمة يعني إيه؟ يعني كل اللي شفته ده بسببك؟ أيوة بسببي أنا بعرف أحضر كويس وعندي قدرات أعمل حاجات كتير ونسيت أقول لك إن مريم حبيبتك أقر على روحها الفتحة أصلا نسيت إنها ممكن تقف طريقة وممكن تمنعك تنزل البدرون تاني فتخلصت منها وديك عرفت كل حاجة يا بطل يريد بقى أيه؟ تمتثل كده؟ وتقر على روحك الفتحة يمكن تكون حسن الختمة ومش عايزك تقطيني علشان أنا هقر التلاصم اللي هقطي عليك بها دلوقتي ماشي؟ اتفقنا وبدأ عمار يهمس بكلام ما كنتش سامه كويس ومجرد ما عمل كده حسيت بحركة كتير بر الدائرة ما كنتش شايف رغم عدد الشموها الكتير المرصوص على الأرض حاولت أكلم عمار وأقوله صدقني أقان لقي حل بلاش تقع في نفس الغلط اللي محروسه وقع فيه تجهل لي وكان من الهمس بكلام مش مفهوم وكان عامل مش سماني بصلت على الأرض جنبي لقيت حاجة في دماغي عملة تقول لي عطل عمار عن اللي بيعمله عطل عمار بأي طريقة عن اللي بيعمله عمار مش يمكن تكون انت الابن اللي تبنوه عمار سكت وبصلي بغضب وقال لي لا طبعا مش أنا وانت عرفت ازاي كنت واقع حضرتك ساعتها ولا كنت فاكر التفاصيل أبويا بناب نفسه اللي قال لي أبوك تفكرني مش عارف كل ده أبوك قال لي أنا نفس الكلام وقال لي اللي أخد بناه ومش هيظهر غير في الوقت المناسب في الحقيقة أنا كنت بكدب على عمار حتى لو هو صح هتموت هتموت يا مالك نهايتك يا مالك دلوقتي لحظة قربة عمار مني استغليت اللحظة دي ضربته برجلي ضربة خليته يقع على الأرض ويصرح بعدها قال وعمل الشيء اللي أنا كنت مستنيه رفع ايده وضربني على وشي لدرجة ان الكرسي وقع بيه على طرف الدهرة فعلا دا اللي كنت أعوزه قدرت أحرر ايدي اليمين وبدأت أزيح التراب الأسود من على الأرض بإيدي فتحت الدهرة اللي كانت مرسومة مجرد ما فتحتها عمار قال لي كده مش حاجة هتحوش عمسة عنه إيه اللي انت عمرته ده وزحني بالكرسي بعيد وابتدى يجمع التراب زي المجنون اللي أنا زيحته من تاني علشان يقفل الدائرة بدأت بعلقصوت يقول العزيمة اللي قرتها في المذكرات أقصنتوا عليكم بالأول سليمانية من عهد الرابط بيننا وبينكم أقصنتوا عليكم يا موكر أحب السفلي أنتوا قيلوني على صنف عالمس خامس الخمسة أنتوا لكم دائم عاجل أقصنتوا عليكم بإسمك عامس بن النار السرعة السرعة العجل العجل الأهل أدان عمار بدأ يتنطط في الأرض ويصرخ وما كانش لسه أدري يقفل الدائرة مجرد ما انتهيت من كلامي ضق الشمع كان بيرقص يمين وشمال بسرعة حتى ما انطفى واسمعت عمار بيقول لي أسكت أسكت ما تكملش أسكت أفضلت أكمل وأكرر 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 وأعيد في القصم والطلاصم وأعيد 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 كنت عارف إن دي خلاص النهاية نهاية هتكون في المكان اللي ابتدت منه كل حاجة وآخر قربان هيتأتن لكنه مش هيبقى قربان واحد هيبقوا قربانين مالك وعمار ترجمة نانسي قنقر